السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن ابن عوف سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة وعبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ولد بعد عام الفيل بعشر سنين ولقد أسلم في وقت مبكر جدا بل أسلم في الساعات الأولى للدعوة وقبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ويتأخذها مقرا لالتقائه بأصحابه المؤمنين فهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عرض عليه أبو بكر الإسلام هو وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلح ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاس فما غم عليهم الأمر ولا أبطأ بهم الشك بل سارعوا مع الصديق إلى رسول الله يبايعونه ويحملون لواءه ومنذ أسلم إلى أن لقي ربه في الخامسة والسبعين من عمره وهو نموذج باهر للمؤمن العظيم مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضعه مع العشر الذين بشرهم بالجنة وجعل عمر رضي الله عنه يضعه مع أصحاب الشورى الستة الذين جعل الخلافة فيهم من بعده قائلا لقد توفي رسول الله وهو عنهم راب وفور إسلام عبد الرحمن بن عوف حمل حظه المناسب من اضطهاة قريش وتحدياتها وحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة هاجر ابن عوف ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها فضائله رضي الله عنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي من بعدي قال فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة وأربعمائة ألف فقسمها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرسل إليهن بمال يصلهن قالت عائشة اللهم مسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة قال ابن الأثير وكان كثير الإنفاق في سبيل الله عز وجل أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدال وذات يوم والمدينة ساكنة هادئة لم يمضي وقت غير وجيذ حتى كانت سبعمائة راحلة موفورة الأحمال تزحم شوارع المدينة وترجها رجل ونادى الناس بعضهم بعضا ليروا مشهدها الحافظ وليستبشروا ويفرحوا بما تحمله من خير ورسل وقد أنفقها رضي الله عنه كلها في سبيل الله تعالى باع في يوم أرضا بأربعين ألف دينار ثم فرقها في أهله من بني زهرة وعلى أمهات المؤمنين وفقراء المسلمين وقدم يوما لجيوش الإسلام خمسمائة فرس ويوما آخر ألفا وخمسمائة راحلة وعند موته أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله وأوصى لكل من بقي ممن شاهدوا بدرا باربعمائة دينار حتى أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أخذ نصيبه من الوصية برغم ثرائه وقال إن مال عبد الرحمن حلال صف وأن الطعم منه عافية وبركة ولقد بلغ من سعة عطائه وعونه أنه كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يصلهم ويعطيهم خفوه رضي الله عنه كان دائم الوجل من هذا الثراء جاء له يوما بطعام الإفطار وكان صائما فلما وقعت عيناه عليه فقد شهيته وبكى وقال استشهد مصعب ابن عمير وهو خير مني فكفن في بردة إن غطت رأسه بدت رجله وإن غطت رجله بدت رأسه واستشهد حمزة وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفل فيه إلا بردة ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وأعطينا منها ما أعطينا وإني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا واجتمع يوما مع بعض أصحابه على طعام عنده وما كاد الطعام يوضع أمامهم حتى بكى وسألوه ما يبكيك يا أبا محمد قال لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير ما أرانا أخرنا لما هو خير لنا تواضعه رضي الله عنه رغم ثراؤه العريض لقد قيل عنه أنه لو رآه غريب لا يعرفه وهو جالس مع خدمه ما استطاع أن يميزه من بينه وتريد أم المؤمنين عائشة أن تخصه بشرف لم تختص به سواء فتعرض عليه وهو على فراش الموت أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول وأبي بك وعمر ولكنه مسلم أحسن الإسلام تأديبه فيستحي أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار ثم أنه على موعد سابع وعهد وثيق مع عثمان بن مضعون إذ تواثق ذات يوم أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه جهاده رضي الله عنه أصيب عبد الرحمن رضي الله عنه يوم أحد بعشرين جراحة وأن إحدى هذه الإصابات تركت عرجا دائما في إحدى ساقيه كما سقطت يوم أحد بعض ثنايا فتركت هتما واضحا في نطقه وحديثه تجارته رضي الله عنه كان محظوظا في التجارة إلى حد أثار عجبه ودهشته فقال لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا ولم تكن التجارة عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شرها ولا احتكارا بل لم تكن حرصا على جمع المال شغفا بالثراء وكان ابن عوف يحمل طبيعة جياشة تجد راحتها في العمل الشريف حيث يكون فهو إذا لم يكن في المسجد يصلي ولا في الغزو يجاهد فهو في تجارته التي نمت نموا هائلا حتى أخذت قوافله تفد على المدينة من مصر ومن الشام محملة بكل ما تحتاج إليه جزيرة العرب من كساء وطعام عبد الرحمن رضي الله عنه في المدينة لقد آخر رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ولنصغي للصحابة الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا ما حدث وقال سعد العبد الرحمن أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه وتحت امرأتان فانظر أيتهما أعجب لك حتى أطلقها وتتزوجها فقال له عبد الرحمن بن عوف طارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق وخرج إلى السوق فاشترى وباع وربح وهكذا صارت حياته في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته أداء كامل لحق الدين وعمل الدنيا وتجارة رابحة ناجحة لو رفع صاحبها على حد قوله حجرا من مكانه لوجد تحته فضة وذهبه ومما جعل تجارته ناجحة مباركة تحريه الحلال ونأيه على الشديد عن الحرام بل عن الشبهات كذلك مما زادها نجاحا وبركة أنها لم تكن لعبد الرحمن وحده بل كان لله فيها نصيب أوفى يصل به أهله وإخوانه ويجهز به جيوش الإسلام تعففه رضي الله عنه في المدينة فإذا رأينا عبد الرحمن بن عوف في ثرائه العريض هذا رأينا إنسانا عجبا يقهر طبائع البشر في هذا المجال ويتخطها إلى سموه فريد حدث ذلك عندما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجود بروحه الطاهرة ويختار ستة رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختاروا من بينهم الخليفة الجديد كانت الأصابع تومئ نحو ابن عوف وتشير ولقد فاتحه بعض الصحابة في أنه أحق الستة بالخلافة فقال والله لأن تأخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك وهكذا لم يكد الستة المختارون يعقدون اجتماعهم ليختاروا أحدهم خليفة بعد الفاروق عمر حتى أنبأ إخوانه الخمسة الآخرين أنه متنازل عن الحق الذي أطفاه عمر عليه حين جعله أحد الستة الذين يختار الخليفة منهم وأن عليهم أن يجروا عملية الاختيار بينهم وحدهم أي بين الخمسة الآخرين وسرعان ما أحله هذا الزهد في المنصب مكان الحكم بين الخمسة الأجلاء فرضوا أن يختار هو الخليفة من بينهم وقال الإمام علي لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفك بأنك أمين في أهل السماء وأمين في أهل الأرض واختار ابن عوف عثمان ابن عفان للخليفة فأنضى الباقون اختياره وعن عبد الرحمن ابن أزهر أن عثمان رضي الله عنه اشتكى رعافا فدعى حمران فقال له اكتب لعبد الرحمن ابن عوف من بعدي فكتب له وانطلق حمران إلى عبد الرحمن ابن عوف فقال البشرى قال وماذاك قال إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده فقام بين الركن والمقام فدعى اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله فلم يمكث إلا ستة أشهر حتى قبضه الله وفاته رضي الله عنه بينما كانت روحه تتهيأ لرحلتها الجديدة كانت عيناه تفيضان من الدم ولسانه يتمتم ويقول إني أخاف أن أخبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال ولكن سكينة الله سرعان ما تغشته فكست وجهه لالة رقيقة من الغبطة المشرقة المتهللة المطمئنة وأرهفت أذناه للسمع كما لو كان هناك صوت عذب يقترب منهما لعله آنئذ كان يسمع صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم له منذ عهد بعيد عبد الرحمن بن عوف في الجنة قال ابن الأثير توفي سنة 31 بالمدينة وهو ابن 75 فهنيئا له بالجنة كما بشره حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته